ميليشيات هنا في هذه النقطة بتقديرك لأن تدري من تضرب أنت لازم تحقق هدف مثل ترامب من سوى الضربة السابقة بعد الأحداث اللي نذكرها في السفارة الأمريكية حقق هدف فيه باله هو صحيح هذه المرة بالنسبة لبايدن إذا ضرب شلو الشيء اللي يريد من إيران وميليشياتها أن تفهمه من عنده برأيك يعني يريد القول نحن لسنا حمائم نحن صقور ونستطيع أن نهاجم توقعوا هذا البعد وهو صرح أكثر من مرة قال يعني خيار الحرب وخيار العنف نحن خيار مطروح على الطاولة رغم أنه ما نريد نوصل بهذه السرعة وبالتالي طبعا أمام الرأي العام الأمريكي لابد من أنه يتخذ هذا القرار سياسيا يجب أن تتخذ مثل هذه الحركة ولكن في النهاية الرسالة التي ترسل أنه نحن قادرين عليكم أيها الميليشيات في أنه نردعكم بما يكفي هذا الرد طبعا أمريكا تحاشت كثيرا طيلة وجودها في العراق أن تنزل إلى مستوى الصراع مع الميليشيات يعني فقدت أربعة آلاف ونص قتيل من أبنائها في العراق في محاولات نوعية مع الميليشيات ولم تنزل إلى مستوى المناكفة معهم لأنه تعتقد أن إهدافها استراتيجية أبعد من أن تنزل إلى هذا المستوى إيران تحاول استدراج أمريكا إلى مثل هذه التوترات لأنها تعتقد أن الصراع في داخل العراق ووجود ميليشيات تقاتل عنها بالنيابة هو أفضل الحلول وهو فعلا كذلك إيران واقعا لا تملك أي قوة دفاعية أمنية في الداخل إيران من الداخل غير محصنة أمنيا إيران ثبت في كل المحاولات البسيطة التي مرت عليها أنها تخرق بسهولة حصلت قبل أربع سنوات حوالي هجوهم على البرلمان وهجوهم على مرقد السيد الخميني ودخلوا المسلحين وقتلوا وعاثوا في البنايات ولم يردعهم أحد في المحاولات التفجير في المفاعلات النووية تدل على أن إيران مخترقة وإيران سر قوة إيران في كل هذه المرحلة منذ أربعين سنة إلى الآن هو أن إيران تلعب في ساحات الدول بلا فروسية وبلا أخلاق تحاول أن تجند أبناء تلك الدول لكي يلعبوا دور المخرب بالنيابة عنهم هذا الدور لم تلعبه أي دولة أخرى في المنطقة مع إيران وهو إسرائيل حاولت محاولات بسيطة ونجحت بانتياجها بكل سهولة ولكن طريقة اللعبة الإيرانية لعبة خالية من الفروسية لعبة خالية من المسؤولية لعبة قصيرة في الأمد تعبف في أمل الدول وتلعب في استقرار الشعوب وانسجامها في تفكير قديم صدق جدا إنها تستطيع الهيمنة وفق سياسة فرق تسد هذه السياسة الإيرانية العالم يعرف السياسة الإيرانية وطريقة تفكيره بها ولو أراد العالم أن فعلا يحرك في إيران الملفات الطريقة التي تحرك بها إيران وملفات الدول الأخرى لإيران انقلبت رأسا على عقد ولكن في نهاية المطاف من يستفيد من نسف النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية ستكون الأضرار على كل الدول المجادرة وسوف تنتج دولة كبيرة جبارة مثل إيران شكرا شكرا